تؤكد كل الإحصائيات أن شمال قطع غزة يشهد كارثة إنسانية وانتشاراً واسعاً للمجاعة في ظل تعنت الاحتلال الإسرائيلي إيصال المساعدات الإنسانية بين حصار مطبق وتعنت إسرائيلي في السماح بدخول المساعدات الإنسانية يكابد الفلسطينيون في قطاع غزة وضعاً كارثياً على كفة المستويات وبشكل خاص مع ظهور مؤشرات على انتشار المجاعة في القطاع وتحديداً في الشمال الواقع الأليم هو ما يشهده شمال قطاع غزة الذي تؤكد كل الإحصائيات أنه يشهد كارثة إنسانية بحق وانتشاراً واسعاً للمجاعة في ظل تعنت الاحتلال الإسرائيلي في إصال المساعدات الإنسانية إلى تلك المنطقة المنكوبة شهود عيان من شمال غزة أكدوا أنه منذ اكتياح الاحتلال لجباليا لم تدخل أي مساعدات أو حتى بضائع وأن المتوفر حالياً هو الضقيق وبكميات قليلة فيما لا تتحمل أغلب الأسر أسعار بعض المعلبات والتي بدأت تنفد من الشمال وما ينظر بتدهور الأوضاع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تهدد بتلف أي مساعدة متوفرة في شمال غزة وتتهم الأمم المتحدة وهي المزود الرئيسي للمساعدات في غزة قوات الاحتلال الإسرائيلية بالتعنت وعدم السماح لشاحنات المساعدات الأممية بالتحرق بحرية في القطاع وصولاً إلى شمال غزة كما تشتكي المنظمة الأممية بأنها باتت تفتقر إلى العدد الكافي من الشاحنات اللازمة لنقل المساعدات داخل القطاع بالإضافة إلى نقص شديد في العاملين بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع والذي استهدف في كثير من الأحيان عمال الإغاثة وقوافل المساعدات الإنسانية